مشروع قانون أمريكي على طاولة الكونغرس الأمريكي باسم الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام 2020 يتضمن أهداف واشنطن في الانتقال السياسي في السودان ويعزز من سيطرة الحكومة المدنية على القوات العسكرية والأمنية القانون الأمريكي وإن بدأ صارماً في عملية مراقبة الشركات والأصول التي يملكها الجيش وأجهزة الاستخبارات وعودتها إلى وزارة المالية وتفكيك الماليشيات إلا أن البعض يرى أن تنفيذ القانون تواجهه صعوبات عديدة من الصعب طبعاً أنه تكون تحت مظلة وزارة المالية مباشرة لأنه إدارة هي ذات منافعة تعود لتستكمل الأشياء التي لا تستطيع ميزانية الدولة تقديمها لها قوى الحرية والتغيير الشريك في الحكم تنظر إلى مشروع القرار الأمريكي على أنه يدعم أهداف الثورة في السودان الخطوة الأمريكية تأخرت كوى حرية والتغيير ورغم تأخرها هي بالصب في التوجهات العامة والحرية والتغيير والتوجهات التي بنت عليها الثورة خبراء اعتبروا أن القانون يعبر عن استراتيجية الولايات المتحدة التي ظلت تتمسك بها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بعد 11 سبتمبر أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على معرفة مصدر أي دولار ومصير أي دولار من أين أتى وفي أي مجال أنفق القانون الذي يحظى بدعم الجمهوريين والديمقراطيين يضع أموال الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية وأصولها وميزانيتها تحت المراقبة ذلك فضلا عن الكشف عن جميع أسهمها في الشركات العامة والخاصة ووضعها تحت وصاية وزارة المالية محمد عثمان الحدث الخرطو